السلام عليكم ورحمة الله ازاي طلبة الصف الثالث الاعدادي هناخد مع بعض ان شاء الله امتحان محافظة الشرقية للترمة الاول يريت قبل ما ابدأ الحل ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اول سؤال عندي أكمل الحوار الاتي الأم بتتكلم مع بنتها تقول لها مسائل خير يا منال وسألت سؤال منال قالت لها مسائل خير يا أمي انا بقرأ ايميل يبقى هي بتقول لها انت بتعملي ايه يبقى what are you doing او انت بتقرأ ايه what are you reading الفعل اللي احنا عايزين what are you doing انت بتعملي ايه وتقول لها انا بقرأ ايميل ممكن نحزف دور ونكتب مكانها reading يعني بتقرأ ايه الأم سألت سؤاله منالالز صديق انجليزي من على الانترنت او صديقه ارسلته لي يبقى السؤال مين اللي ارسلو لك يبقى who who sent it ادي اللي هي الايميل يعني who sent it to you طبعا لك who sent it to you بعد كده قالت لها is there anything new in here email هل في شيء جديد في الايميل بتاحها بعد كده الأمة قالت لها when will she come متى سوف تأتي هي يعطي جامتها يبقى الجديد في الايميل بتاحها ان هي سوف تأتي لزيارة مصر يعني الاسبوع القادم يبقى she she will visit ايجبت سوء او she will visit ايجبت او she is going to visit ايجبت هي سوف تزور مصر when will she come متى سوف تأتي مثلا ميكستويك يعني الاسبوع القادم يبقى she she will come next week يعني الاسبوع القادم نتلاقى will she come alone هل هي سوف تأتي بمفردة ممكن هنا yes او no ده سؤال بال على حسب ايه يعني هي ممكن هي سوف تأتي بمفردة yes she will come alone او no she is coming with her family هي جاية مع ايه؟ مع عائلتها يبقى ممكن نكتب no she is coming with with her family هي سوف تأتي مع عائلتها with her family او ممكن نكتب yes she will come alone يعني هي سوف تأتي بمفردها اللي جابتين صح بعد كده هنكمل بالكلمة في الايه في القطعة read and complete the tickets with words from the following list هنكمل بكلمة هنا teaching تعليم فعله ماضي discus يعني مكاتب tasks مهمات proud يعني فخور role يعني دور I don't think any word or sentence can describe mother لا اعتقد ان اي كلمة او جملة تستطيع ان يتوصف الام my mother is my a model امي بتكون هي قدوتي يعني ايه role model role model يعني قدوتي she has aim me to respect people هي علمتني ان انا احترم الناس هي بقى علمتني يعني taught me طبعا التصريف تالب بعد هاز مضرع تام she has taught me to respect people I feel safe because she is always by my side انا اشعر دائما بالامان لان هي بجانبي my mother always helps me with my homework امي دائما بتساعدني فعمل الواجب and the other school وبعض الايه وبعض المدرسة الاخرى and other school tasks وبعض المهام المدرسة الاخرى she organizes everything in my life هي بتنظم كل شيء في حياتي I am a of my mother انا امي انا فخور بها يبقى I am proud of my mother انا فخور او فخورة الحسب اللي بتكلم I am proud of my mother read the following then answer the questions اقرأ الاتي بعد كده اجب على الاسئلة after a meeting بعد الاجتماع a wife was coming out of a hotel and she was looking for her keys زوجة كانت خارجة من الفندق وكانت ابحث عن مفاتحها there weren't in her box pockets ما كانوش موجودين في البوكت بتاعي البوكت اللي هو الجيب او الشيء اللي في ايديها يعني she searched the meeting room هي بحثت في غرفة الاجتماع but they weren't there لكن لم يكنوا موجودين هناك she thought she left them in the car اعتقدت ان هي نسيتهم او تركتهم في السيارة her husband has shouted many times for leaving the keys in the car زوجها كان بيصرخ يعني بيصيح عديد من المرات لتركها المفاتح في السيارة because the car will be stolen لان السيارة سوف تسرخ she heard to the parking place هاسرعت الى مكان ركن السيارة the parking was empty المكان كان فاضي مفيش حد فيه she called the police and gave them her location اتصلت بالشرطة واعتتهم مكانها car number and the description of the place رقم السيارة وكمان وصف للمكان where she parked her car المكان اللي ركنت في السيارة she said that she had left her keys in the car هي آلة ان هي تركت مفتحة في السيارة and that it had been stolen وانها سرقت an hour later بعد ساعة the wife called her husband الزوجة اتصلت بزوجها وقالت له and told him what had happened اللي حصل her husband got angry and said زوجها اصبح غاضب وقال I dropped you at the hotel هي على فكرة المفروض dropped يعني سرقتك لكن dropped دي دي يعني ايه اه لما شيء يسقط مني او انا قلقي انما هي المفروض dropped اللي هي كده R O هنا غلطة في القطعة هي المفروض dropped R O P P E D انا سرقتك في الفندق I dropped you at the hotel she was silent for a moment هي كانت سكتت للحظة then said بعد كده قلت well come and get me حسنا تعال وايه وخدني يعني he shouted يعني علا صوته I will as soon as this policeman becomes sure that I haven't stolen your car حسنا سوف ااتي بمجرد ما الرجل الشرطة يعني يصبح متأكد ان انا لم اسرك السيارة an hour later بعد امر الساعة the wife called the husband her husband الزوغة اتصلت بزوغها and told him what had happened وأخبرته عما حدث her husband got angry and said زوغها اصبح غاضب وقال I dropped you at the hotel يعني انا تركتك في الفندق she was silent for a moment then said هي كانت سكتت للحظة وبعدين قالت well come and get me حسنا تعال وايه وخدني هي شعوته هو صرخ وقال او تكلم بصوت عالي I will as soon as this policeman becomes sure that I haven't stolen your car سوف أعطي في حالة ان الشرطي الرجل الشرطة يتأكد ان مش انا اللي سرقت سيارتك لان هي بلغت ان السيارة مسروعة the main idea of this passage is الفكرة الرئاسية في القطع دي انها ايه a wife's problem مشكلة الزوجة the husband was often a with his wife were forgetting the car keys الزوج كان غالبا بيكون ايه من زوجته لنسيان المفاتيح السيارة بيكون غضبون يبقى angry when the wife went back to the parking place the car was لما الزوجة عادت الى مكان ركن السيارة السيارة لم تكن ايه wasn't there يعني لم تكن هناك do you think the husband will allow his wife to drive the car again هل تعتقد ان الزوج تعتقد ان الزوج حيسمح لزوجته ان هي تعتقد السيارة مرة اخرى لماذا؟ طبعا لا اعتقد ذلك لان هي احتمال تنسى المفاتيح مرة اخرى يبقى no i don't think so لا اعتقد ان هو سيترك لها المفاتيح i don't think so because لان she might she might forget she might forget her keys again ممكن تنسى ما فتحها مرة اخرى summarize the second paragraph in one sentence of your own words لخص البراجراف الثاني في جملة واحدة من كلمتك البراجراف الثاني كان بتكلم عن ايه ان هي اتصلت بالبوليس وعطتهم الموقع ورقم السيارة واصف المكان وان هي نست المفاتيح في السيارة وان هي سرقت دا البراجراف الثاني يبقى هي سرقت المنار اتصل على صحيات رقم السيارة اتصل على الصحيات البراجراف الثاني هكملها تحت. هنا. تبع السؤال الخامس لسه. يعني وصف. للسيارة المسروق. بعد كده. بماذا تعتقد يعني كان الزوج شعوره ايه لما زوج تتصلت بي. I think he was very angry. خطاك دموها كان غاضب جدا. I think he was very angry. لأن هي تتصلت بالشرطة وقالت لو من السيارة ايه سرقت. بعد يجابت السؤال السيدس. I think he was very angry. أما السؤال الخامس. The wife called the police and gave a description of the stolen car. As a person who tries to change the way people do things. شخص بيحاول ان هو يغير الطريقة اللي الناس بتعمل بيها الأشياء. يبقى ده اسمه ايه؟ Compeaner يعني ناشط. We add the suffix to change the verb renew into an adjective. بندفل كلمة renew للفعل renew علشان نغاله صف. بندفلو. A-P-L-E. Renewable يعني بتجد. Renewable. It's a place where children without parents live and be cared for. مكان الأطفال من غير الوالدين يعني بيعيشوا بيتم الاعتناء بيهم. يبقى المكان اسمه ايه؟ Orphanage يعني دور الأيتام. Orphanage. It was a dream as I was asleep. كم حلم وانا كنت نايم. The anonym of sleep. عكس كلمة اسليب. عكسها awake يعني مستيقذ. awake. This photograph was taken half a century ago. هزي الصورة تم التقطها منذ ايه؟ منذ قرن. It was taken years ago. يبقى من كم سنة القرن كم سنة ميت سنة يبقى 100 years ago. Means to say hello or welcome someone. معنى ان انت ترحب بشخص. يبقى ايه؟ يبقى greet يعني يحيي. بعد كده complete the sentence with the correct form of the word. هنكمل بالكلمة الصحيح. Neither of my friends going to travel to Aswanek's Friday. مفيش حد من اصحابي نيزر اوف يعني ولا واحد سوف يسفر لأسوان الجمعة القادمة. طبعا نيزر اوف لما شوفها حتى لو جاي بعدها جمع بختار ايه؟ الفعل يكون مفرد يبقى is going to travel. يعني فيش حد منهم حيسافر. The cat was when it saw the dog. القتة كانت خائفة عندما رأت الكلب. يبقى خائف يعني ايه؟ frightened. frightened يعني خائف. The metro train leave at 8.20 tomorrow. قطر المترو هيغادر الساعة 8 و 3 غدا. المواعد السابتة بتبقى مدرع بسيط تبقى ايه. She's played in two concerts. هي عظفت في فرقتين موسيقيتين. هنا ايه اللي بيجي في الجملة المسبتة؟ يبقى already. already بتيجي في نهاية الجملة المسبتة. بالفعل. I have never in an aeroplane. لو انا عمري ما ركبت طيارة. يبقى I have never. يعني التصريف الثالث من fly. التصريف الثالث من fly. لان ده مدرع تام. هايف بجيب بعدها التصريف الثالث. يبقى flown. fly, flew, flown. اوكي. ده كده كان حل المتحام محافظة الشاركية. تمنى تكونوا استفدتوا معي. لو في ايه اسئلة ريتكتبها في الكومنت. لا تنسى العجب في الفيديو. اشتراك في القناة. اشتراك في القناة. اشتراك في القناة. اشتراك في القناة.